بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة حقيقية الحقيقة وحدثت منذ حوالي مئتين سنة في السعودية وهي قصة يعني موجودة الحقيقة في كتب كثيرة ويعرفه أهل السعودية في الأجيال القديمة وهي أن رجلا صالحا كان يحسن إلى الناس وكان كثير الإنفاق في سبيل الله فذات مرأة ويجلس وجد بقرة ما شاء الله يعني ممتلئة وجيدة وبها حليب كثير يكاد الحليب ينفجر منها فالحقيقة اشترى هذه البقرة وأهداها لجاره لأن جاره كان رجل ضعيف وكان مسكير وكان فقير جدا وكان يحتاج لأن كانت عنده الحقيقة بقرة هزيلة جدا لا تأتيه بخير مرت الأيام وجاء الجفاة في الحقيقة وكان هذا الرجل الطيب يعني المنفق في سبيل الله كان عنده أرض زراعية فالحقيقة بزل مجود كثير كبير جدا حتى يصل إلى أي مصدر مصادر الماء أو أي بقر من أبار المياه فوجد بقر وكان معه أبناءه الثلاثة فالحقيقة تدلى بحبل حتى ينزل يأتي بأي ماء الحقيقة لكان فيه جفاف شديد في هذه الفترة الحقيقة أن الرجل يعني انقطع منه الحبل وضاع وتاه وأبناء الحقيقة يعني كانوا فاسدين لم يفزلوا جهدا كبيرا في البحث عن أبيهم فالرجل ضاع في هذه الحفرة الكبيرة طبعا كانوا حريصين أن هم يقسموا المراس بأكثر سرعة ممكنة وبعد أن قسموا المراس تذكروا هذه البقرة فذهبوا إلى هذا الرجل الفقير المسكين وقالوا أعطينا البقرة التي أعطاك أبونا إياها فقال كيف ذلك أنا رجل فقير ومسكين وإنني والله لأشكوكم لأبيكم فقالوا إن أبانا مات قالا مات أنا لم أعرف ذلك متى مات ولماذا لم تخبروني فقال سبحانه بفراسة المؤمن كيف مات وأين مات فحكوا له فقال سأعطيكم البقرة بشرط دلوني على المكان الذي سقط فيه أبوكم وفي الحقيقة دلوا على المكان وعطاه البقرة فالرجل حقيقة ربط حبلا وتدل به ودي بقى فراسة المؤمن ده درس مهم جدا إن رساله السلام يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله الرجل سبحان الله المؤمن ربنا يديله حاسة كده معين فالحقيقة ظل هذا الرجل يبحث 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 حتى وجد هذا الرجل المسكين وجده حيا وكاد أن يموت وكاد أن يهلك من الجوع والعطش فذهب إليه وساعده وأعطاه الحبل وخرج بالسلام إن شاء الله فقال له أنت بقيت أكثر من أسبوع فماذا حدث قال له إنني فعلا وجدت ماء وكنت أشرب منه وكان يأتيني كل يوم في ثمي سبحان الله كان يرسل الله عليه في يومه ثلاث مرات لبنا جميلا كان أشرب منه وقال له إن هذا اللبن انقطع من يوم يوم واحد بس الوقت بقى اللي أخذ فيه الأولاد البقرة سبحان الله انقطع اللبن يعني ربنا عز وجل كان يأتي بهذا اللبن وفي حالة يرسلها من الجوع بينما البقرة عند هذا الرجل المسكين وعندما أخذ أبناه البقرة انقطع هذا الحليب الحقيقة هذا درس مهم جدا نستفيد به حاجات مهمة ربنا عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي إنسان بينفق في سبيل الله ربنا يقول إيه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فعلا ربنا عز وجل يحميه ويرعاه برعايته ورحمته وفضله وكربه فالإنفاق في سبيل الله كما ورد في الأسر أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل يقل إنسان من مصارع السوء يعني ودي حقيقة هامة جدا أن صرائع المعروف تقي مصارع السوء يعني إيه؟ يعني لما تقدم معروف وإنفاق للآخرين في سبيل الله عز وجل فإن هذا يقيك من مصارع السوء والحقيقة إن من فضائل الصدقة أنها بتقي الإنسان من المخاطر والمشاكل والقربات وتحميه إن شاء الله عز وجل الأمر الثاني نتعلم فراسة المؤمن هذا الرجل سبحان الله لما يكون الإنسان عنده إيمان وعنده تقوى الله سبحانه تعالى فإيه اللي بيحصل؟ فإنه عنده فراسة يرى بنور الله تقوى فراسة المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى بنور الله استشعر هذا الرجل المسكين أن هذا الرجل الذي أعطاه البقرة في محنة هذه أضواء أو أنوار رسول الله سبحانه وتعالى على عبادة الصالحين درس مهمة جدا الإنسان لما ينفقه في سبيل الله ما يبخلش يعني طبعا البقرة هذا شيء سبيل ليست رخيصة فالإنسان لما ينفقه في سبيل الله يحاول أنه يجزل يكسر لأن هذا لنفسه الإنسان ينفق لنفسه وأن هذا سينعكس عليه حتما وهذا الإنفاق وهذه البقرة السمينة الحلوب التي فيها خيرهم كثير انعكست عليه وأنقذته من الموت وهذا من فضائل الإنفاق في سبيل الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر